نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية فعالية توزيع سناديق مواد غذائية على ألف أسرى من أسر الفئة الأولى برعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية يأتي ذلك ضمن قافلة الخير تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الفئة الأولى برعاية والأكثر استحقاقاً تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية فعالية لتوزيع سناديق للمواد الغذائية على ألف أسرى من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة الإسماعيلية بالتضامن والتشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي بنقدم ألف كرتونة لأهلنا والأسر الأولى بالرعاية في محافظة الإسماعيلية النهاردة ونشتغل بكرة وبعده معنا أربعة أيام إن شاء الله في عمل متواصل لكل أهلنا داخل المحافظة عدد كبير من متطوع التحالف شارك في هذه الفعالية ضمن قافلة الخير تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً نحن خلال النهاردة بنوزع كاراتين رمضان لأهلنا هنا وإن شاء الله مستمرين وفي إطار التحالف الوطني الفعالية تأتي تماشياً مع جهود التحالف الوطني وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وكذلك للحد من الأسار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات مع توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر عشرين تلاتين ترجمة نانسي قنقر